من يوم ما وعينا على الدنيا واحنا بنسمع ان قوات المسلحة المصرية هي خير اجناد الارض والسلطة بتأكد لنا من زمان قوي ان ده حديث نابوي رغم ان ما فيش اي حديث صحيح في الكلام ده خالص بس تقريبا كده سياد الرئيس السيسي وصحبته الكريمة اكتشفوا من كام يوم احاديث جديدة لنجد محد السمع عنها قبل كده برضه بتقول ان زباط الجيش المصري مش بس خير اجناد الارض لا دول كمان خير محاسبين الارض وخير اقتصاديين وإحصائيين الارض كمان الف مبروك للسادة الزباط والله يعني حياة تستاهل واكتر من كده بكتير بيقولك ان معالي المشير السيسي كان قاعد من كام يوم كده فأسر من قصوره كتير قوي وبعدين فجأة ضميره وجعه ايه ده وجاله منين الضمير ده بيعد الشر عليه ووجعه ليه عشان اللي بيعمله في الشعب المصري يعني لا طبعا الشعب المصري ده السيسي بيحبسه ويقتله ويفقره عادي من غير ما تتهز شعرة في بلحته وبيكون مبسوط كمان هو بيعمل في الناس كده والفرحة من الساعة السيسي ضميره وجعه لسابق تاني خالص وهو انه حس بالتأثير ناحية زباط القوات المسلحة المصرية البواسل واكتشف انه مش بيعملهم كويس ولا بيديهم حقهم بعد المجهودات العظيمة اللي بيبزلوه هو يا دوبك بس ميديهم البلد كلها باللي فيها عادي بس هما بصراحة يستحقوا اكتر من كده بكتير والسيسي فضل يفكر يعمل اهل زباط الجيش عشان يكافئهم ويعوضهم عن تأثيره معهم طول الفترة اللي فاتت ويرتح بقى من عذاب الضمير اللي ما بينايموش الليل ده لحد ما الحمد لله وصل للقرار وقام نفزه على طول ونشره في الجريدة الرسمية يوم 5 يوليو اللي فات طب يا طرق جناب معالي الرئيس عمل ايه مع زباط الجيش المصري اداهم بدلات زيادة ولا رفع مرتباتهم ولا صرف لهم مكافأة استثنائية ولا ايه بالضبط يا راجل بدلات ايه بس ومكافأت ايه الحاجات دي محتاجة خرار برضو بدلات ومرتبات زباط الجيش بيزيدوا كل ديئة اوتوماتيك كده عادي من نفسه ده غير بقى ان المرتبات والبدلات مش كل حاجة والقوات المسلحة بتاعتنا اخر حاجة بتفكر فيه هي الفلوس قال لا هما السيسيس ده هم ايه وزع علوم دبابات وقال لا كتب لكل ظابط طيرا رفال باسمه ولا ايه بالضبط اللي معالي الرئيس عمل وهو انه فضلت خيركو وزع على زباط الجيش شوية باكالوريوسات كده ودرجات علمية على قد ما اسفه او الله ازي ما بقول لك القرار الرسمي بيقول ان من هنا ورايح طالب الكلية الحربية وهو بيتخرج هياخد في ايده وهو طالع من الكلية درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية والاحصى كمان يلا ان شاء الله ما حد حاوش خريجي الكلية الجوية بقى هو بتخرج الدولة هتحطله في جبه دلتو العسكرية بكالوريوسين زيادة كده على الماشي وهم بكالوريوس التجارة وعليه بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فوق البيعة خريجي الدفاع الجوي برضو السيسي ما انسهوش في الياغمة دي وما هانش عليه سيبه يخرج من المولد بقى لبكالوريوس وقرر يديله وهو بيتخرج بكالوريوس هندسة بس كده يعني من الاخر السيسي قرر ان يوزع من بكالوريوسات امه ويدي كل خريجين الكليات العسكرية درجات علمية تخص علوم وتخصصات مدارسهاش ولا يعرفوا عنها اي حاجة كأنه بيرمي علوم بمبوني بالزبط او بنقطهم في الحنة بتاعته وصرايس يعني هي حركة حلوة منك طبعا بس بأمانة يعني انت كده ظلمت الاخوة خريجين الكليات العسكرية جد لانك اجبرتهم على بكالوريوسات ودرجات علمية معينة وده ما يصحش بصراح طالما قررت انك تجاملهم وتعمل معهم الصح يبقى كان لازم تكمل جميلك للاخر والدولة تيجي يوم ما يتخرجه وتروح واخد كل الدرجات العلمية والبكالوريوسات اللي في البلد وتروح تفرش بها قدامهم وكل خريجي ناقل اللي يعجبه بقى اللي عاوز يفتح ايادة ويبقى دكتور يمدي ايده وياخد بكالوريوس طب ويمشي واللي غاوي ادوية يختار بكالوريوس الصيدلة ويحطه تحتباطه ويتكر على الله واللي نفسه يبني عمارة وبيحب الكباري ينقق اجدع بكالوريوس هندسة ويرمح بيه وكذا ده كلام الناس العقلين بصراحة اللي كان لازم يحصل عموما معلش ما يجراش حاجة شاء الله متعوضة في القرارات الجاي هيعني البلد هتروح فين من زباط الجيش هيخدوها كلها واحدة واحدة عادي انا شخصيا متوقع ان القرار الجاي السيسي هيوزع الزباط بيوتنا وهدومنا كمان مش بس بكالوريوسات طب القرار الجميل ده بقى هيتنفس بقى انه شكل والسادة خرجين الكليات العسكرية هياخدوا درجات العلمية كتير قوي قوي دي ازاي ان شاء الله هل مثلا الدولة هتاخد المواد بتاعت التخصصات دي وادرسها للطلبة في الكليات مع العلوم العسكرية اللي بياخدوها لا طبعا مفيش وقت للكلام الفارغ ده ده مدة الدراسة في كل الكليات العسكرية ما بتكملش اربع سنين عومي على بعض الطلبة بقى هيدرسوا ويذكروا كل المواد دي امت ان شاء الله بتعوزين تعقدوهم ولا ايه طب هتزودوا عدد سنين الدراسة عشان يقدروا يدرسوا كل التخصصات دي ماينفعش برضه لان لو عملنا كده الزباط هيتخرجوا هم شايبين وانكحكحين وده مش كويس ابدا على عقلهم البطر قال لا وما لا تعملوا ايه السلطة البلاحية ردت وقالت انتم حايرين نفسكم ليه ما الحل سهل وبسيط ومتوفر وفي ايدينا كل الموضوع اننا هندهم الدرجات العلمية دي عادي من غير ما يدرسوها ولا يبصوا لها ولا يتعبوا نفسهم بالشغلانة يعني ايوة اسلطة حبيبتي بس يعني معلش التخصصات اللي بتوزعيها على الزباط دي الطلبة العاديين بيطفحوا الكوتا وبيطلع عينيهم وبيدرسوا سنين طويلة على ما يقدروا ياخدوا فيها درجة علمية او باكالوريوس يعني مثلا الطالب من دول عشان ياخد شهادة في اقتصاد وعلوم سياسية بيدخل كلية طويلة عريضة ويفضل يدرس فيها اربع سنين بحالهم عشان ياخد درجة الباكالوريوس اللي انت عاوزة تديها لخريج الحربية وهو حاطت رجل على رجل وسايب ايده قال لك ايوة فعلا بس ده الطالب المدن العرة العادي اللي زكاؤه محدود وقفه قدية وقدرته على الاستيعاب عافية انما طلبة الكلية الحربية دول بيبقوا حاجة تانية خالص لو الناس عسكريين ودماغهم المزط وذكاؤهم عدة كل الحدود ويقدروا يستوعبوا اي حاجة من غير ما يدرسوها اساسا وما فيش علم بيخفي عليهم مش شايف بيطلع منهم انبياء ازاي بقى عاوزنا نساوي الجهاب زادول بالمدنيين الاندال ونخليهم يذكروا ويدرسوا سنين طويلة زيهم وما فيش تقدير للعبقرية في البلد خالص كده ولا يه طب بلاش دي طالب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اللي احنا لسا متكلمين عليه من شوية ده ده عشان يقدر يدخل كلية اساسا لازم يجيب مجموع في السنوية العامة فوق التسعين في المية بشوية حلوية حسب مكتب التنسيق بغض النظر بقى يعني نظام التنسيق ده في قبل الكليات صحة ولا غلط بس ده معناه ان الدولة بعظمة لسانها قررت انها مش هتسمح لاي حد انه يدرس التخصص ده في جامعاتها وياخد فيه درجة علمية الا لو كان متفوق في السنوية وجايب مجموعة كبير جدا الدولة دي بقى نفسها عاوزة تدي الدرجة العلمية دي لطالب حربية اللي جاب في السنوية ستين في المية بس وكمان من غير ما يدرس مواد التخصص اساسا ولا يقعد يوم واحد من الاربع سنين اللي بيعودهم الطالب المدني العادي في الكلية يعني مفيش بربع جنيه عدل او مسواة او منطق او احترام حتى لنصوص القانون والدستور الله يرحمهم في القرار اللي اتاخد ده ظلم وتفرقة علنية بكل بجاحة بين مواطنين المفروض ان ليهم نفس الحقوق والفرص لمجرد ان شوية منهم مموهم دعت لهم وجابت لهم وسطة ودخلتهم كلية عسكرية في دولة بيحكمها زباط من اكتر من 70 سنة فبقوا بيتعاملوا على انهم اسياد البلد وكانهم مخلوقين من طينا تاني ولازم ياخدوا حقوقهم وحقوق غيرهم كمان اما بقى المدنيين الغلابة فدول ما لهمش حقوق عندنا كويس او اننا لسه سعيبين شوية منهم عايشين اصلا اول ما طلق القرار العجيب ده ناس كتير اعترضوا عليه وهجموه على السوشال ميديو بس في جماعة من الخبر المحنكين المطبلتية المنافقين اللي ماليين البلد نطفوا الشينا زي ابو فصادة وقالوا استنوا بس اخاونا اعداء الوطن انتم مش فاهمين حاجة خالص لان لكم جاهل او عمل او جواسيس وملكوش في العسكرية ولا تفهموا فيها وعاوزين تعرضوا كلام سيادة الرئيس النبي وتكفروا خلاص هو انتم فاكرين ان طلبة الكوليات العسكرية دول ما بيدرسوش الحروب والمعارك والاسلحة وما بيعملوش حاجة طول سنين الدراسة غير ان هم بيدرابوا نار ويطلعوا في منورات ويقفوا في طابير لا طبعا دول بيدرسوا مواد كتير جدا اللي هي علاقة بالاقتصاد والمحاسبة والسياسة عادي جدا ما هماش على اللابيض يعني ولا هياخدوا البكالوريشات دي وهم جهلين بيها وطبعا كل ده كلام فارغ برضو عادي لان مش معنى ان طالب درس مادة او علم تابع تخصص مختلف او كلية تانية انه ياخد درجة علمية في التخصص ده او انه اكلوا بكالوريشات كلية دي في بق دراسة مواد من تخصصات مختلفة حاجة طبيعية ومتعارف عليها في كل الجامعات وكلية طلبت طب واسنان وبطري مثلا يعني طول عمرهم بيدرسوا مواد من كلية العلوم زي الكيميا الحيوية والتحليلية ولما بيجوا يتخرجوا ما بياخدوش بكالوريش علوم فوق البيع مع الطب مش فرح هو ولا بو فيه مفتوح طيب بالمناسبة السعيدة دي كنا عاوزين نعرف هي القرارات البديعة اللي سيادة الرئيس خدها واعلنها حصلت قبل كده في اي دولة على الكوكب اللي احنا عايشين فيه او حتى في اي كوكب تاني لا خلص قرارات دي ما حصلتش قبل كده ابدا في اي حت وما وردتش في اي كتاب ومعالي الرئيس السيسي رسول الفلاسفة هو اللي ابتكرها واخترعها بنفسه وعملها لنا بأيديه الشريفة في المختبر السري بتاعه اللي فوق النخلة والسبب في ان القرارات دي ما جتش على بال اي دولة او سلطة او عزبة حتى قبل كده واضح جدا وهو انها قرارات بتكسر افسد قواعد المنطق والعدالة والمساواة وجودة التعليم كمان لاني بدي طالب درجة علمية فتخصص ما سمعش عنه قبل كده ولا شاف الكتب بتاعته من بعيد حتى طبعا احنا عارفين كواس قوي ان البلد من اولها لاخيرة ملك معالي الرئيس السيسي وهو حر يعمل فيها مباداله ان شاء الله حتى يبيعها ويأجرها مفروش الراجل ما شاء الله بياخد اراضي البلد وجزرها ويديها لصحابه وحبيبه في الخليج عادي فاكيد يعني مش هنبصله في شوية درجات علمية بيوزعهم على ولاده الزباط خد راحتك ريس وفرق عليهم بكالوريوسات زي ما انت عاوز ان شاء الله حتى تدين جوائز نوبل في الطب بس بعد اذن معاليك يعني كنا عاوزين نفهم ايه الهدف من القرارات دي وايه اللي ضر في دماغك المتكلفة وخليك تعمل حفلة البكالوريوسات اللي عملتها موسيات الرئيس السيسي ابو فلاتر اسم الله عليه ما بياخدش ايه قرار عشوائي كده ده راجل نبي قد الدنيا ولازم يدرس الامور الاول كويس لحد ما يتأكد ان القرار ده هيعمل مصيبة في البلد وهيخربها وساعتها يبدأ ينفزه بكل حماس السبب الواضح ورا تفريق البكالوريوسات على خرجين الكليات العسكرية هو ان معالي الرئيس طبيب الفلاسفة عاوز يحط الخرجين دول في كل الوظائف اللي موجودة في البلد من اولها الاخر صاح قوات المسلحة كده كده بالع البلد كلها ورشأ في اي مجال ومحتكر الشغل والمشاريع والبيزنس في بر مصر كله من غير بكالوريوسات ولا تخصصات ولا درجات علمية ولا اي حاجة من كلام الفارغ ده بس السيسي حابب ان الموضوع من هنا ورايح يبقى بورق رسمي ومتستف ومختون بختم النخل عشان اي خاين او عميل او مأجور يطلع بعد كده يحلو بقى ويزيت ويقول ان الزباط الجيش بيشتغلوا في قطاعات مدنية ولهاش علاقة بتخصصهم السيسي ياخدوا ينايموا على بطنه ويحط شهادات البكالوريوس دي في مصلحته ويقول لهم بقى متخصصين ومعاهم درجات علمية جديدة بحكم القانون حيلة امك وضح كمان ان السيسي ناوي يوسع وجود الجيش في كل الوظائف والمناصف وعاوز الموضوع يبدأ من اول التخرج وما يبقاش مقتصر بس على رتب كبيرة وده معناه ان خرجين كليات العسكرية في المستقبل هنلاقيهم في وشنا في كل حتة نروح وهيتنطوروا في كل مكان صحران كان او بستان في البنوك والشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية والسفارات والخارجية هم متخصصين بقى وفعبهم كل الدرجات العلمية والشهادات اللي تخلوهم يرشقوا في كل الوظائف المدنية بشكل قانوني من غير محد يقدر ينطق او يعترض او يقول تلت التلاتة كان طب المدنين بقى وخرجين الجامعات الحكومية هيشتغلوا فين الفترة الجاية لا دول مش هيلاقوا حتة يشتغلوا فيها ويفضلوا عواطلية ان شاء الله ومش هيقوموا من على القهوة لان زباط الجيش كتر خيرهم هيتنزلوا وهياخدوا منهم اي فرصة شغل متاحة في كل قطاعات البلد لو المدنيين بقى زهقوا من قعدة القهوة وصمموا ان هم يشتغلوا ممكن ساعتها يطوعوا في الجيش ويحموا هم الحدود لان القوات المسلحة عندنا زهقت من خوار العسكرية ده بصراحة وملهاش مزاك تشتغل فيه تاني وبقت متفرغة للبيزنس والوظائف المدنية وتخريب البلد وقمع الناس السيسي بالقرارات اللي خدها دي مش بس بيدرب المساواة والعدل وجودة التعليم في مقتله وبينسف مبدأ تكافؤ الفرص وبيحرم آلاف من خرجين الجامعات والموهوبين والكفاءات من فرص الشغل المتاحة كل سنة لصالح حبايب قلب الزباط وبيحط مفاصل البلد وقطعاتها في ايد مجموعة من الجهلة وغير المتخصصين الاخطر من ده كله ان الرئيس عجوة بقراراته المفتكسة هيخلي الدولة كلها عبارة عن طبقات عسكرية فوق بعض كده من كل الاعمار وفي كل الوظائف وطبعا الطبقات دي من كبيرها لصغيرها هيكونوا متربين على ايد النظام ورضعين من صدر السلطة ومؤمنين بالبلح وسياسته وممبهرين بمعجزاته وانبوته وولاهم ليه والرؤيته ومسدقين كل كلمة قالت في مسلسل الاختيار بقى اجزاءه الاربعين وده معناه ان السيسي بيحاول يبني لنفسه جيش تاني جوه مصر متنكر وسط المدنيين عشان يهيمن على كل فتفوتة في العزبة اللي بيحكمها وبعد كام سنة البلد تبقى عبارة عن جيش بيقمع الناس لحساب السيسي وجيش تاني مسيطر على كل القطاعات المدنية ومسك كل الوظائف المتاحة في الشركات والمصانع والوزارات والمصالح لحساب السيسي برضو يعني الجيشين هيبقوا بتوع الزعيم وملكه مش بتوع البلد وكده يكون الفنان ياسر جلال سبت سلطته زيادة وقفل لخرام اللي ممكن يجيله منها ومسك كل المفاتيح في يده ايه ده يعني البلد كلها تبقى جيش اما للناس العادين هيروحوا فيه لا الناس العادين ساعتها لو كانوا لسه موجودين ومنقرضوش بعد السيسي بيعملوا فيهم هيبقى عندهم اماكن يروحوها برضو يعني ممكن يروحوا السجن مثلا او يروحوا في دهي او يروحوا يفحاتوا حفرة ويدفنوا نفسهم فيها فيه اختيارات كتير يعني متوفرة عادي ما تقلقوش الطريق اللي ماشي فيه السيسي ماشي فيه قبل قدوته في الفشل ومثلو الاعلى في الهزايب الزعيم المنكوس جمال عبد ناصر الحاج جمال برضو عشان يسبت سلطته لحد الصحف والاعلام تحت قيد زباط القوات المسلحة والحمد لله السياسة العظيمة دي حققت نتيجة مبهرة الصراحة واللي حصل ان الزباط دول ناسه العسكرية لانهما سابوا الجيش وطلقوا بالتلاتة بعد ما عجبتهم العيشة المدنية المرتاحة والنفوز والسلطة وفي نفس الوقت فشلوا في ادارة القطاعات اللي مسكوها لانهما مش متخصصين فيها وما يعرفش عنها حاجة ودخل الجيش بتاعنا بقى عامل زي اللي رأسه على السل مش محصل عسكري ولا مدني وبعد ما خرب الشركات والمصانع اللي مسكها وخسرها الجلد والسقط وفلسها وغرقها وملاها فساد راح خد علقت موت من اسرائيل في حرب 67 ويساب لها سينة وطلع يجري وتقريبا كده سموه الرئيس سمع عن الأحداث والانتصارات التاريخية اللي حصلت وقت عبد الناصر دي وقافش انه يعيدها ويكررها تالي وقرر انه يقعد زباط الجيش على كل الكراسي ومسكهم كل القطاعات اللي ما بيفهموش فيها لحد ما يبوزوها وينسوا شغلتهم الأساسية في حماية الحدود والدفاع عنها والبلد بقى تروح في ستين دهيا بس مش مهم المهم ان حتى لما البلد تروح في دهيا السيسي برضو يضع في السلط نشوفكم على خير ان شاء الله